سلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنسترق للحصة الخامسة في الوحدة الثانية الحركة والتغذية ونظام الأسنان عند الإنسان المرجع المفيد في النشاط العلمي للمستوى الثاني إذن عنوان ضغطي اليوم ما أهمية نظافة الأغذية بالنسبة لصحة الجسم ما أهمية نظافة الأغذية بالنسبة لصحة الجسم الأهداف التعلمية لهذا الدرس هناك هدفين أدرك أهمية تنظيف الأغذية قبل تناولها أتخذ سلوكات سليمة للوقاية من الإصابة بالتسمم إذا لاحظوا معي في الصورة تنظيف الفواكه بالماء إذن تنظيف الفواكه والخضار بالماء يجنبنا الإصابة بالتسمم طفلة تشكو من ألم في بطنها إذن هذه الطفلة تشكو من ألم في بطنها ربما سبب ذلك أنها تناولت طعاما غير نظيف أو طعاما تعرض للهواء لمدة طويلة إذن ما هو السؤال؟ ماذا يمكن؟ ماذا؟ يمكن القيام به قبل تناول الأغذية للحفاظ على صحة جسم علامة استفعام إذن ماذا يمكن القيام به؟ قبل تناول الأغذية لحفاظ على صحة جسمي لنقترح جوابا مثلا أغسل الفواكه والخضر قبل تناولها أغسل أغسل الفواكه والخضر قبل تناولها أغسل الفواكه والخضر قبل تناول أغذية غير نظيفة نظيفة إذن السؤال التقصي ماذا يمكن القيام به قبل تناول الأغذية لحفاظ على صحة جسمي؟ فردية أغسل الفواكه والخضر قبل تناولها وأتجنب تناول أغذية غير نظيفة أنجس أكتب في الفراغ المناسب أوافق أو لا أوافق إذن لاحظوا معي في الصورة الأولى غسل الخضر والفواكه إذن أوافق لأحافظ على سلامة صحتي أغسل الخضر والفواكه قبل تناولها إذن أوافق تناول أغذية لا يعرف مصدرها لاحظوا معي هنا بائع بالشارع طعام معرض للتلوت إذن هل أوافق على أكل هذا الطعام أو لا أوافق لا أوافق لاحظوا معي سلة مليئة بالخضر والفواكه الخبز زيت حليب فيها مجموعة دي المواد إذن هذه الخضر والفواكه ليست مغصولة بعد إذن هل أتناول الخضر والفواكه قبل غسلها لا أوافق لا أوافق شرب الماء شرب الماء باستمرار أوافق شرب الماء باستمرار أوافق إذن ماذا نستخلص سنستخدم بعض العبارات نضافة الأغذية تسمم غذائي ماء صالح للشرب إذن للحفاظ على صحة جسمي جسمي ينبغي غسل اليدين بالصابون بالصابون والماء قبل قبل تناول أغذية قبل تناول الطعام أو الأغذية طعام طعام غسل الفواكه والخضر 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 قبل أكلها تجنب تجنب تناول الأغذية غير النظيفة شرب الماء باستمرار إذن ألون كل خانة بما يناسب بالأحمر ما يضر بصحتي وبالأخضر ما ينفع إذن بالأحمر ما يضر بصحتي وبالأخضر ما ينفع الصحات لاحظوا معي المياه العديمة تضر بصحتي إذن المياه العديمة لا أشرب المياه العديمة لأنها تضر بصحتي نشرب الماء الصالحة للشرب إذن تناول الفواكه المعرضة للخامجة البرتقالة متعفنة إذن أيضا تضر بصحتي تناولها يضر بصحتي غسل الفواكه والخضر قبل تناولها ينفع صحتي إذن بالأخضر إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة ترجمة نانسي قنقر